يعني جهاز تعمير سينة ده بالتأكيد جهاز فيه تفاصيل كتير جدا يعني القصة بس مش تعمير لا ده القصة ايضا اشراف على مشروعات اخرى ممكن نعرف ايه هي اولا يا فندم اللي حصل في عشر سنوات في سينة في الظروف اللي مرت بها سينة يا كاد يصل لحد المعجزة وانا اقول لحظتك ازاي النهاردة سينة رجعت في 82 وانا النهاردة احنا في الزكرة ال42 لتحرير سينة ورجوحها للوطن الام كل كان بيحصل فيها في 30 سنة اه كنا مهتمين بيها ولكن كان اهتمام هامشي لا يصل للتنمية الحقيقية الواقعية في 2014 توفرت ارادة سياسية قوية قالت لا سينة ده في القلب من مصر وفي القلب من كل مصري فوضع برنامج قومي متكامل لتنمية شبه جزير السينة حلو جدا بس انا عايز اتكلم عن دولاب العمل الحكومي ماذا حدث في اروقة الحكومة المصرية عندما اتخذ قرار تعمير سينة واضافة ميزانية بتصل لعشر اضعافها من 60 مليار ل600 مليار وانفقها في عدد كبير من المجالات ايه اللي حصل ايه كواليس؟ تمام الاجهزة كلها التنفيذية التباعة للدولة تركز اتحطت لها خطة الخطة دي تنمية وتعمير سينة بيوضع حقيقي على جميع الاصعد ازاي يا فندم؟ النهاردة سينة كانت بتتعرض من بعد 2011 لوضع امني متدهور جدا اللي هو الارهاب وانتشار الارهاب اصبح النهاردة كان فيه خطتين اما الاول نحارب الارهاب وبعد كده نبتدي التنمية او الدولة خدت على عاتقها التحدي الاكبر ان تبقى الدولة بتحارب بتحارب الارهاب ثم تنمية سينة حيث ترى الدولة برضو والقهد السياسية وكل اجهزة تنفيذية ان تنمية سينة حمايتها هيبدأ من تنميتها وتعميرها حيث ان لما نملأ الفراغ الجغرافي اللي موجود وسينا نبص برضو على حاجة ان هي اهميتها الاستراتيجية لمصر حسينية واع في البوابة الشرقية بتربط البحر المتوسط بقناة سويس بخليج السويس بخليج العقبة كل ده فندم موقعها الجغرافي المهم وخاصة للامن القوم المصري